اشتركوا في القناة بحسب المدير الاقليمي للشركات فان طائرات ام كي تثعى بدون طيار تتيح لطيار المروحية بالتحكم في الطائرات بدون الطيار وتوجيهها ضمن مناطق العمليات لتعمل كعين استطلاعية للمروحيات والتي تعتبر احد اهم المثيرات التي يعتمد عليها الجيش الامريكي في قصف الاهداف الدقيقة بحيث يمكن تثليحها بثواريخ الجيام 114 وذخائر الجيبيو كما انها تستطيع قراءة لوحة الثيارة على بعد ميلينا وكان المغرب قد اقتنى 24 مروحية مقاتلة من نوع اباتشي من الجيل الجديد مع امكانية رفع العدد الى 36 بقيمة تافوق 4 مليارات دولار كما شملت الصفقات ذويد الاستول برادار ادارة الاسلحة والثواريخ مضادة للدروع قاتل الدبابات والثواريخ جوجو طراز مداد للمروحيات والطائرات بدون طيار والطائرات على مستوى منخفض وتأتي هذه الصفقات الضخمة والنوعية التي ابرمتها المملكة في اطار جهود تحديث الاسطول الحربي للقوات المسلحة الملكية وتأثيث قدراتها الدفاعية وذلك بهدف تحصين امنها القومية امام عدد من التهديدات لمصالح الاستراتيجية في مقدمتها نزاع الصحراء والتهديدات الارهابية تتوالى الانتكاثات والخيبات للبوليسار والانفصالية وهذه المرة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية حيث اقر الكونغريس مشروع ميزانية 2020 ينتصر لمغربية الصحراء واكدت الولايات المتحدة الامريكية من خلال دراسة مشروع ميزانية السنة المقبلة 2020 ان اعتمادات التعاون المخصصة للمغرب يمكن استخدامها ايضا للمساعدة في الصحراء المغربية وعلى قدم المثاوات مع باقي جهات المملكة ويؤكد مشروع الميزانية المالية للولايات المتحدة الامريكية سيادة المغرب على اقليم الصحراوية الكاملة في وقت لم يعد فيه امام ميليشيات البوليساريو سوى القيام بخطوات استفزازية اخرها تنظيم مؤتمر في منطقة تيفاريتي المشمولة بوقف اطلاق النار وفي الثنة الماضية كان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الامريكية اتار جدلا واسعا بعد عدم تنصيص على امكانية استعمال المغرب للمساعدات المالية الامريكية المقدمة له لتنمية العقاريم الجنوبية بخلاف مشاريع الميزانية السابقة قبل ان يتم التراجع عن ذلك باتفاق مجلسي الكونغريث والرئيس ترامب على اعتبار جهات الصحراء جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة ويأتي اعتماد مشروع قانون المالي المرتقب ان يعرض على مراحل المصادقة ليؤكد العلاقات القوية بين الريبارد وواشنطن على الرغم من القراءات المتعددة التي اعطيت للزيارة الاولى من نوعها التي قام بها مايك بومبيو وزير الخارجي الامريكي الى المملكة المغربية منذ ايامه والتي انتهت دون لقاء المسؤول الامريكي بالملك محمد الثالث كما كان مقررا في اجندة الزيارة القانون المالي السابق للولايات المتحدة الامريكية كان قد وجه تحذيرات الى الجبل الانفصالية عندما دعا الادارة الامريكية الى ضرورة ان ترفع بعد التشاور مع مفوضية حقوق الانسان وبرنامج الاغذية العالمية تقريرا الى الكونغرس حول التدابير المتخدة لتعذيذ مراقبة تسليم المساعدات الانسانية الموجهة الى اللاجئين في منطقة شمال افريقيا في اشارة واضحة الى الثكان مخيمات تندوفا اعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة الانفحاب وتوقف المشاركة في بطولة المنطقة الاولى لشمال افريقيا وبطولة العالم فردي المنظمة بمدينة وهران الجزائرية وذكرت الجامعة في بلاغ لها اليوم الجمعة انها توصلت باستدعاء لحضور فعالية هذه البطولة المنظمة خلال الفترة المتراوحة ما بين التاث عشر والتاني والعشرين دوجنبر الفين وتثعة عشر كما كان مقررا عقد اجتماع للمنطقة الاولى وكدى الاتحاد المغاربي وقد تمت اتجابة الجامعة لهذه الدعوة في اطار ثياثتها الرامية الى دعم الاتحاد المغاربي للعبة وتقرر بناء على ذلك مشاركة لعبين مغربيين في هذه الدورة اضافة الى مثاهمة عضو من المكتب المديري للجامعة في اجتماع الجمعية العمومية للمنطقة الاولى لشمال افريقيا وعند وصول عضو المكتب المديري للجامعة المغربية لكرة الطاولة لمقر اجراء الدور يضيف دات البلاغ فوجئ بان شعار هذه الدورة يتضمن خريطة المملكة المغربية مبتور منها الاقلمة الصحراوية المغربية وتم ودو عالم الجمهورية الصحراوية الوهمية المذعومة في تلك المناطق وهو ما اتار حفيدة ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة والذي احتج بشدة على هذا التصرف ووجه رسالة في هذا الشأن الى رئيس المنطقة الافريقية الاولى والجهات المنظمة هذا وشددت الجامعة لان مثالة الوحدة الترابية خط احمر لن يتم التثاهل او التثامح مع من يجرؤ على المثاث بها وايدانتها بشدة لأي محاولة للنيل منها من اي جهة كانت مشيرة عظمها اتخاذ كافة الاجراءات لدى الهيئات الجهوية والقارية والدولية للتنديد بهذا العمل الغير المثئولة عمل عدائي جديد اقدمت عليه الجزائر اتجاه المغرب فقد اصدرت الخارجية الجزائرية بيانا تنتقد فيه قرار دولة جذر القمر بفتح قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء المغربية ووصفته بانه اجراء شديد الخطورة الجزائر تفاجأت لقرار حكومة جذر القمر المتمتل في فتح ممتلية قنصلية بمدينة العيون الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة هذا ما ورد في البيان الصحفية الصادرة مثاء الخميث عن وزارة الخارجية الجزائرية واصفا هذا القرار بانه اجراء شديد الخطورة واضف المصدر ذاته ان هذا القرار يعد انتهاكا صارحا لمعايير القانون الدولية مثل ما تذكر به مرارا اللواء احداث الصلة لمجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية فضلا عن تشكيله مثاثا بالقواعد والمبادئ التي يجب ان تطبع تثير العلاقات الافريقية هذا هو مضمون هذا البيان الصحفية المثير للتقذز الذي نقلته مساء امس الخميث وكالة الانباء الجزائرية البوق الدعائي للنظام العسكرية الجزائرية وتجدر الاشارة الى ان هذا هو اول بيان صحفية يصدر في نفس اليوم الذي تم فيه تنصيب الرئيس الجديد المنتخب للجزائر وقد اعلن عبدالنجيد تبونة عن نواياه منذ الثاعات الاولى من يوم الخميث بتأكيده في خطاب التنصيب ان ملف الصحراء هو مسألة انهاء الاستعمار تحت اشراف الامم المتحدة والاتحاد الافريقية مشيرا الا ان هذه المثألة يجب ان لا تثمم العلاقات مع الاشقاء المغاربة الثيد تبونة ولنكون اكتر دقة القيادة العامة للجيش الجزائرية حيث يبدو ان هذا البيان الصحفية قد كتب يرون انه من المفيدة ان يبدأ عهد الجزائر الجديد بهذا العمل الاستفزازي الذي بكل تأكيد ليس امرا جديدا ولكن خطورة هذا العمل الاستفزازي الجديد هو استثنائية لان الامر يتعلق باستفزاز مزدوج الاول ضد المغرب الذي يعتبر المدع الرئيسي للسياسة الخارجية للنظام الجزائرية والتاني ضد دولة افريقية دات الثيادة وهي جزر القمر التي قررت بشكل ثيادية فتح قنصلية عامة لها في العيون باي حق يسمح لنفسه هذا النظام الحاقدة والممجوم من قبل الشعب الجزائري الشقيقة بالتدخل في ملف تشرف عليه بشكل حصرية منظمة الامم المتحدة لماذا يسمح لنفسه بحشر انفي في الشؤون الداخلية للاخرين ويحاول الهروب الى الامامة مثل حصان جامحة في كل مرة يتم فيها انتقاد ممارثته القمعية والاستبدادية ضد الشعب الجزائرية لماذا هذا الحقد الاعمى تجاه دولة جارة المغرب قالت على نفسها ان لا تتدخل في الشؤون الجزائرية الجزائرية لماذا لم يطبق المغرب ابدا مبدأ المعاملة بالمثلة والشرع في اطارة الحركات الانفصالية المتواجدة في الجزائر يمكننا ان نطيل القائمة الى ما لا نهاية هرطقات الثياسة الخارجية والغريبة لهذا النظام الحاقدة ولكن باختثار يتعين على الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربية الانتدار لفترة طويلة لتطبيع العلاقات بينهما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة